أعود إليا للستوديو وجدد الترحيب الكبات الموجودين هنا في الستوديو كابتن حسن إبراهيم، كابتن حلبيومي، كابتن أحمد ضياء كابتن أحمد ضياء إذا تكلم عن هذه المباراة يعني بيرس بوليس كان الأفضل وكان المبادر أكثر على مرمى النصر إذا ما نقول أما آخر عشر ديائق ربع ساعة شوي صاحة مرة ثانية مصر بداية شفنا سجال في اللعب وندية خاصة من قبل الفريق الإيراني بيرس بوليس وبالأخص خلال أول عشرين دقيقة ونتج عنه هذا الشيء هو طرد المدافع علي لجامي اللي لم يتعامل بذكاء مع اللغطة هذه هي موش المفروض أخوي مسعود أنه أنت توصل قبل حق الكرة المفترض أن تكون ردة فعلك أسرع من الخصر وهذا ما نتج عنه الطرد ولكن شفنا مجملا يعني خلال الخمسة وربية دقيقة صح صحيح أنه في أفضلية في الاستحواذ حق النصر بستين بالمئة مقابل أربعين بالمئة وشفنا تحركات خاصة بعد الطرد أوتافيو وبروزوفيتش أوتافيو من اللعيبة اللي يحب يلعب تحت الضغط ودايما تشوفه ما يخسروا الكرة بالإضافة لبروزوفيتش هو اللي دائما كان خلال الشوت الأول هو اللي يخرج بالكرة وهو اللي يبدأ الهجمة عرفت؟ ولذلك وصلت خطورة عن ساد يماني عبد الرحمن غريب ولكن كان ينقصه الانهاء خلال الشرط الأول نعم كابتن خالد بيوم إذا نتكلم عن فريق النصر قبل وبعد الطرد كان هناك ثغرات قبل الطرد ولكن بعد الطرد يبدو أن الوضع تحسن أكثر التركيز والانتباه زاد أنا بالنسبة للخمسة وعشرين ديئة الأولى بالنسبة لي كانت للصالح فريق بروز بوليس جاي متحضر بشكل جيد جدا تنظيميا رائع بدنيا هايل عنده طرفين ملعب جيدين جدا إذا كما دي طربي أو أميد أو اسمايلي عنده وسط ملعب إدري تفوق على وسط ملعب النصر مسعود ريجو كمان رفيعي الاثنين هايلين في الزيادة وفي الضغط وكمان في إيجادة مساحات اللعيفة النصر خمسة وعشرين ديئة في أجورة هجومية فيها كمان شكل ممتاز جدا من أطراف ملعب تحت وفوق وبالتالي التنظيم بتاع فريق بروز بوليس كانت هايلة مع الشكل الهجومي النصر كان أفضل بعض الطرد أفضل لمستوى التنظيم لأنه حابقوا لهدي رتم المباراة ما حاولش يسيب مساحات كتراج جدا ونجح بشكل ممتاز هنا طبعا دي كرة من الكرات الأولى كيفية الخروج ستوب يا جماعة من الكلام على قلبين دفع على بورتو على الجامع وهنا في جزئة السؤال بس لمدارب الناصر ليه أيمن يحيى؟ ليه مش محمد قاسم باكليفت؟ يعني أنا غريبة بالنسبة لنا أيمن يحيى مش باكليفت أساسا وبالتالي خلالها نتكلم فيها بعد المباراة هنا طبعا المساحة الموجودة الضغط السلبي من لعبة ناصر إذا كانوا قطافيا وبروزوفيتش أو سام الناجعي ومع ذلك شوفنا خطورة لو فيها نهاية هجمة جيدة كممكن يكون هدف أول لبروس بوليس عن استحقاق لأنه هو من امتلك زمام المباراة في 25 ديال الأولى في كل شيء حتى على المستوى التيك تيك ووجست ناظري يحيى محمدي قول أو يحيى قول محمدي كان أفضل كثير جدا من كاسترو كابتر حسن أيضا إحدى الحالات لهجوم بيرس بوليس وإذا اندفاع عن مصر فريق بيرس بوليس صراحة فريق محترم فريق منظم فريق يلعب كرة قدم جميلة جدا في حالتين له دقيقة 11 ودقيقة 15 هذه دقيقة 15 لو نعيدها من البداية تشوف الفريق كيف منظم كيف قادر على إخراج الكرة من الخلف إلى الأمام تمر الهجمة بالثلاث مراحل الأساسية في البناء والتطوير لكن إنهاء شوف هذه اللحظة بس وحدة وحدة ناخذها وحدة وحدة نلعب من البداية نرجعها من البداية عفوا نرجعها من البداية نشوف كيف أيوة سوقف هنا شوف المثلثات اللي يعملها فريق بيرس بوليس في الخروج بالكرة والضغط المتأخر من فريق النصر شوف الخروج بالكرة والمثلثات وخيارات التمرير لحامل الكرة خروج مثالي بصراحة يعني بناء هجمة ثم تطوير هجمة ثم حتى الوصول إلى الثلث الأمامي بشكل مثالي جدا كان بس تنقصها فقط اللمسة الأخيرة يمكن خبرة لاعبين النصر المدافعين في تعثر اللاعب الإيراني نشوف أيضا الحالة اللي هي في الدقيقة 15 نفس الشيء بالنسبة للفريق شوف الخروج بالكرة تمريرة شوف المثلثات الموجودة الخروج بالكرة مثلث شوف خيارات التمرير موجودة نفس الشيء تطوير الهجمة ثم الانتقال شوف الزيادة الهجومية من الناحية اليمين كتنشيط هجومي ممتاز من ناحية اليوم للظهير يتقدم بشكل ممتاز جدا حتى هذه الفرصة مسعود كان ممكن يسجل منها هدف وكان هدف مستحق لكن حارس المرمى صراحة ضيق عليها المساحة واستطاع أن يمنع هدف محقق شوت أول جميل عمل فني وعمل تكتيكي رائع فريق النصر فريق ثقيل فنياً لما انطرت منه لاعب طبعاً علي جامي دخل مكانه على طول اللاعب رفتين لعب كقلب دفاع ونزل أوتافيو مع روزوفيتش كمحاور اثنين يعني ما ندفع قعد عشر دقايق كابتن خالد ينتظر لغاية ما عاد الاستعداد مرة ثانية وبدأ الشوت آخر عشر دقايق يسيطر عن المباراة جزئيتين بالنسبة لفريق النصر قبل الطرد كان يلعب في ملعب بيرسو بوليس في ملعبه يلعب لكن بعد الطرد الفريق بدأ يلعب في ملعبه ويلعب بذكاء وبهدوء في الشوت الثاني هذه هي النقطة المهمة كيف التعامل النصر مع الضرد نتعامل بذكاء عالي جداً نتعامل تيكتيكيا نتواريك نلويس كاستر ومدرب رائع في التعامل بشكل ممتاز وطبعاً خرج النجعي ونزل الفتين لعب قلب دفاع مع الابورت ويخلى بروزوفيتش يلعب مع اوتافيو ولعب برأس حربه واحد لو كريسان رونالد ولعب أربعة أربعة واحد مرة عند نص الملعب وده باين من هنا بدفاع عالي عشان يقفل المساحات على سيرلاك اللي هو رقم عشر وعلى شهاب رقم عشرين رأس الحربه وصنع اللعب وكمان على طرفين الملعب اللي كانوا عاملين مساحات قبل الطرد على أمين وعلى مهدي الطربي وهنا طبعاً هورينا بعد كده البلوك اللي معمول من فوق بشكل ممتاز المساحات بقت قلالة جداً التحضير بالنسبة لفرية بروس بوليس أصعب التنظيم بتعمانين من ناحية اليمين وعبد الرحمن غريب من ناحية الشمال هنا ستوب يا جماعة بتتكلم على بلوك تاني قدام من 18 كلام ده ما كانش اتعامل قبل الطرد وبالتالي مدرب لويس كاسترو كان رائع في التعامل آه هو 12 بنت ضمن التقاهل ما يخسرش مهم جداً لأن النصر من بعد خسرت التعاون والاتفاق ما يخسرش مباراة يتعادل مباراة واحدة في الدوري خسر كل مباراة دورة عبطال أسيا خسر كمان في الكاس وبالتالي بتتكلم على سلسلة نتائج رائع وده بتديني بس سؤال ممتاز بالنسبة للمدرب على المستوى التكتيكي رائع 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 وهو ذاهب أيضاً بعد هذه المباراة يقابل من؟ الهلال الهلال دي انا نتكلم فيها بعد المباراة لأن أنا أختلف بس معاه فكرة التشكيل الأساسي أنت كنتوا بيلعب الصف الثاني أو يخف في شوية آه يعني يخف في لعبة ماتش الهلال ماتش صعب ماتش يحدد أمور كترة جداً وهذا الماتش مهم بالنسبة لكابتن خلاص هو ضمن التأهل ما فيش فرقة هتوصل 12 بنت صحيح طيب كابتن أحمد ضياء يعني أيضاً في أحد اللقطات اللي ما نشوفها من النوادر عالمياً يعني وحدثت هذه الحالة عندما لاعب يخاطب حاكم المباراة يقول له هذه ليست بضربة جزاء أنا عن نفسي سألت عنها يعني سألت الكبات اللي عندنا قال لا الحكم يروح لي قراره والذي كان واضح أن الحكم ذهب إلى الظار وبعد ذلك قال أن هذه هي مش ركلة جزاء تعليقك على هذا التصرف برونالدو أنه يخبر حكم المباراة أنها ليست بركلة جزاء أخوي مسعود هذا الشخص وصل لمرحلة أنه لا ينتظر مساعدة من أحد لكي يسجل صحيح كابتن أمانة يعني شوف كان بمكانه وقليل ونادر ما نشوفه في الملائب العالمية وليس العربية أو العسيوية صحيح صحيح أن المهاجم ينتظر الحكم اليوم يعطيك ضربة جزاء ولكن شوف رونالدو هو بنفسه راح واعترف وقال حق الحكم واعترض كذلك فهذه تحسب له كلاعب يعني كشخص صراحة حالة نادرة جدا بالفعل وصل لمرحلة يعني دائما يبغي يسجل بمجهودة صحيح كابتن خالد بيومي يعني أنا أباك يعني هنا كان في حديث لك تحت الهواء كون ما نطلع على الستوديو تحت الهواء تحدث عن جوع هذا اللاعب العطاء يعني أنا يعني أنا أتمنى يكون ابنه زيه يا أيو كلنا أتمنى يكون زيه جعان كورة جعان شهرة جعان طموح جعان فلوس جعان كل شيء بالتالي هو كريستانو رونالدو دي يعني حاجة بتولديك لواحد ظاهرة فنية أو صاهرة شخصية كبيرة جدا قل ما تتوفر أو تتواجد على مستوى العالم وبالتالي أتمنى أن يكون ابني وشبابنا من أولادنا العربي بنفس الشكلة وأنا وعيد كريستانو رونالدو هذا ما أنا أتمنى كل الشكر لكم كباتل مشاهدين الكرام النصر السعودي شوط ثاني مع بيرس بوليس يوني هي الشوط الأول وهو منقوص العدد بعد طرد الكابتن علي الأجامي في الدقيقة السبعة طعش مع الزميل الأستاذ عمر عبد الله أما السبهان أصفهان المتقدم بهدف على القوة الجوية شوط ثاني مع بدر الدين روابح متابعة شيئا شوط ثاني مع بدر الدين